مرحبا وصفتنا اليوم الكليتشا على طريقتي وما تتخيلون اش قد تطلع طيبي مقاديرها مضبوطة 100% وتطلع هالشي غح نعملها اليوم بحشوات مختلفة والمقادير بالكوب حتى تكون اسهل عليكم وصدقوني من تعملوها ايو اللي غح يضوقها عدكم غح يطلب منكم الوصفة على قد ما هي طيبي سبق ونزلتوا الكليتشا على طريقة اهل الموصل القديمي واللي ما غشع الوصفة غح اتركلكم رابط الوصفة بصندوق الوصف اذا تحبون تغشعوها وكثير من الناس جغبوا الوصفة وعجبتهم تابعوا الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو واذا كنتم اجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يجيكم اشعار من انزل فيديو جديد بالبداية غح نحنضغ الحشوات نبدي بحشوة الجوز عندي اربع كواب جوز انا افضل اثغم الجوز بالسكيني ويكون ثغم الجوز وسط يطلع قطيب من ما نثغمه بمحضرة الطعام ومن نثغمه بالسكيني يطلع الثغم عندنا قياس واحد ومن ناكلها نحس بطعم الجوز اكثر وهكذا نكون كمننا ثغم الجوز نبدي نحضر حشوة السمسم اللي هي اكثر حشوة عجبني ما تتخيلون اش قد تطلع طيبي لازم تجربوها عندي كوبين سمسم محمص وضروري ندق السمسم بالهاون حتى يطلع طعم السمسم عندنا بالكليجة ما يصير نثغمه بمحضرة الطعام لان ما غح يطلع طعم السمسم عندنا وندقه كثير مليح الى ما يصير عندنا بهذا الشكل وما يبقى بينه حبات سمسم وتطلع غيحته تخبل وبعد ما دقينا السمسم وثغمنا الجوز نبدي نحضر الحشوات كلهم انا عندي هوني كوب ونصف استق همى ثوم بالسكيني ثغم وسط واذا تحبون تحمصون الفستق بطاوى عنه حسب رغبتكم وكوب ونصف جوز نرقيلة او مبروش جوز الهند وكوبين سمسم اللي حضغنانه واربع كواب جوز اللي ثغمنانه بالبداية ونضيف معلقة كوب هيل على السمسم ومعلقة كوب هيل نضيفه على الجوز نرقيلة ومعلقة كوب هيل نضيفه على الفستق ومعلقة ونصفها لأكل هيل نضيفه على الجوز وانا اضيف على الحشوات شكر مطحون نضيف ثلاث معالق اكل شكر مطحون على حشوة الجوز نرقيلة واربع معالق اكل شكر على حشوة السمسم ومعلقتين اكل شكر على حشوة الفستق وست معالق اكل شكر على حشوة الجوز والافضل يكون الهيل جديد مطحون حتى يبين طعم الهيل بالكليشا ونقلبهم حتى يتوزع الشكر عدنا مليح ونضيف لشوية زيت على الحشوات حتى تتماسك الحشوات عدنا ونضيف أربع معالق اكل زيت على حشوة السمسم وثلاث معالق اكل زيت على حشوة الجوز نرقيلة وثلاث معالق اكل زيت على حشوة الفستق وخمس معالق اكل زيت على حشوة الجوز ونخلطهم وبعد ما كمننا الحشوات وخلطناهم وصاروا جاهزين عدنا نحضغ حشوة التمغ نحتاج أربع كواب تمغ مفلس ومعلقة اكل هيل مطحون واربع معالق اكل زيت ونقلبهم على ناغة هادي حتى ينعس التمغ عدنا ونبقى نقلب التمغ حتى لا يمسك اسفل عدنا وبعد ما نعس التمغ نطفي الناغ ونتركوه يبغد وهكذا نكون كمننا كل حشواتي الكليجة نبدي نعجن عجينة الكليجة انا عندي هوني كيلوين طحين ومعلقة كوب هيل ومعلقة كوب ملح ونص معلقة كوب خميرة فورية ونخلطهم ما تكثرون كثير هيل على العجين حتى لا تطلع عجينة الكليجة سمغة لانضفنا هيل بالحشوات قستو الطحين بالكوب طلع عندي 17 كوب قياس الكوب اللي عندي حجمه 240 ملي او بدون ما تقيسون الطحين بالكوب تستخدمون كيسين طحين وزن الكيس كيلو نستخدم كيسين عندي هوني كوبين ونص دهن دافي اي نوع دهن تحبون طعمه وكوبين ونص زيت وثلاث اكواب ماء دافي ونبدي نعجن نضيف شوية من كمية الماء ونضيف شوية من الزيت والدهن ونعجن بهذه الطريقة ونضيفهم بالتدريج ونعجن حتى يتوزع عدنا الماء والزيت على كل الطحين وتنعجن بسهولة وتبقى كمية الماء حسب نوع الطحين يمكن تحتاجون مثلي 3 اكواب او شوية اقل او شوية اكثر نوع الطحين اللي استعملتونه تلكي اسمه بيشلر موجود شكل زرف الطحين بالفيديو السابق للكليتشا رابط الوصفة بصندوق الوصف الطيقون تخشعون النوعية والشكل بس اذا ما كان متوفر عدكم الطيقون تستعملون طحين فاخر هم نوعيته مضبوطة بس اذا استخدمتم نفس نوع الطحين اللي استخدمتونه ونفس قياس الكوب اللي عندي تطلع عدكم بضلبط نفسه اذا تقيسون الطحين بالكوب تستعملون نفس الكوب تقيسون بينه الدهن والزيت والماء حتى تطلع مضبوطة عدكم ونعجن العجناي كثير مليح تقريبا لمدة 10 دقائق نعجنه اش قد تعجنوها مليح تطلع مضبوطة ونغطي العجناي بقطعة نايلون وقطعة قماش ونترك المدة ربع ساعة ترتاح وبعد ربع ساعة تكون ارتاحة عدنا نبدي نقطعها ونرجع نغطيها بقطعة نايلون وقطعة قماش حتى لا تنشف العجناي عدنا ناخذ قطعة من العجناي ونمده بالشوبك وتكون سماكة العجينة عدنا سنتيم واحد ونقطعها باستكانة شاي ونشيل كل حواف العجينة الزيد عدنا وندعكم وبعدين نرجع نشكلهم ثاني مرة وناخذ القطعة ونفتحها من بيدنا وبعدها نحشيهم ناخذ قطعة ونحشيها ونقف الحويفيها ونقذلة بهذا الشكل ونكون كملنا حشوة الجوز نبدي بحشوة الفستق تشكلوها بالطريقة اللي تعجبكم أنا هم راح أعملها قذلي مثل الجوز وبعدها نحشي حشوة السمسم وغاح أشكلها بقالب هيا وحشوة الجوزة القيلة وبعد ما كملنا نبدي نشكل حشوة الدمغ ناخذ قطعة من العجينة ونفتحها على شكل مستطيل سماكتة سنتيم واحد وناخذ قطعة من حشوة الدمغ ونفتحها بيدنا بهذا الشكل على شكل حبل طويل ونقلب حيفة العجيناء عليها واللفة لفي وحدي ونقطعها بالسكينة اشتركوا في القناة ونقطعها بالحجم اللي ناسبنا وعلى كل قطعة نعمل فتحات بالسكينة بهذه الطريقة وبعد ما كملنا نحطم بشرح على ورق الشمع وندهن الكليتشا بصفاغ البيض صفاغ البيض يعطيها لمعة كثيرة حلوة حسب ما تحتاجون صفاغ اربعة او خمس صفاغ بيض وبالنسبة لبياض البيض اللي يبقى عندنا نستخدموا الوصفة ماكرونة جوز الهند راح اتركلك مرابط الوصفة بصندوق الوصف اذا تحبون تغشعوها كثير طيبي وسهلي والوصفة بتلث مكونات بس وبعد ما كملنا ودهننا الكليتشا اندخل على الفرن مباشرة ويكون الفرن حاق عدنا على درجة حرارة 200 مئوية من الاسفل بس ومن يستوي الاسفل انطفي الاسفل ونعلق الوجه ومن تستوي وتاخذ لون ذهبي انطلعه ونتركه تبغد وهذه كليتشتنا استوت ما تتخيلون اش قد تطلع طيبي وغيحتة ملت البيت اتمنى تكون عجبتكم طريقتي جربوها واكتبولي رأيكم بالتعليقات ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو واذا كنتم اجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يجيكم اشعار من انزل فيديو جديد والمقادير مكتوبي بصندوق الوصف والف عافية